عشان تحرم حاكم مستبد زيه من انه يفلت من الاعقاب ويزود الطين بلة من منابره اللي بيكلم فيها هذا هو رأي العالم اليوم في الانضغان رغم نساسة العالم ما زالوا بودن من طين وودن من عجين وتهديدات جوفاء وفارغة من عينة الكلام اللي قاله الرجل الحبوب جورج بومبيو وزير خارجية امريكا اللي قالك يعني التقارير اللي انا بسمعها انه هم بيبعثوا مستشارين ومرتزقا يا رب تطلع مش حقيقي يا رب يا رب يا رب يا رب يا اختي يا رب بجد يعني حاجة خيبة تقيلة في تعامل العالم المهم اللي عايز اقوله قبل بنا نختتم يعني دلوقتي وننتقل لفقرتنا المهمة اللي عايز اقوله ان الاوضاع ساخنة جدا في العالم بكورونا ترامب او من غير كورونته كانتها تبقى ساخنة الكورونا بتقولنا ان في حاجة مختلفة نشوفها على المسرح السياسي وقبل كده كنا شايفين حاجة مختلفة على المسرح السياسي في المناظرة اللي حصلت وفي منطقتنا المسرح عمال بتتغير الصورة فيه والمشهد بيختلف وبو بلدنا بنحاول اننا نستقرر بنحاول اننا نبني بنحاول اننا نتحرك للامام بنحاول اننا نأمن محيطنا عشان خاطر الناس تقدر انها تعيش جوه وبره في سلام بنحاول تفضل ابواب مفتوحة والبلاد تستقر عشان ولادنا يلاقوا فيها فرص عمل على فكرة المصالح هي مصالح الكل لما الدنيا بتستقر بيحصل نمو بيحصل ازدهار فلما اكلمك على ليبيا واكلمك على تركيا واكلمك على هنا واكلمك على امريكا واكلمك على ده انا مش بكلمك بعيد عن اكل عيشك عشان خاطر الناس بتبقى متخيلة طالما انا ما كلمتوش في همه الاني الحالي اللحظة دي يبقى انا النهاردة ماش هممني مصلحتك والله اي هممني مصلحتك وهممني جدا الموضوعات اللي انت بتشتكي منها وهممني جدا موضوع الاسعار وهممني جدا موضوع البطالة وهممني جدا موضوع السنوية العامة وهممني جدا موضوع التعليم وهممني جدا موضوع كل حاجة تهمك لانها تهمني لانها بتمث حياتي انا كمان كل واحد فينا بدرجة من الدرجات حسب وحسب 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 وملاش دعوة بالقدرات المالية لها دعوة بحاجات تانية كتير قوي ممكن اقعد احكي لك فيها اربعة ايام لها كل ولا همل من ضمن اهتماماتك ومن ضمن اهتمامات ناس كتير ان الفترة اللي فاتت ان الحكومة كانت بتحاول تلم موضوع العشوائيات ده فما وصلتش لحاجة تلم بيها الموضوع قالت لك خلينا الاول نفرمل البنى في مصر عموما لمدة ست شهور الكلام ده كلام جريء جدا وكلام قوي جدا وكلام مهم جدا ولكن زيه زي اي دوة ليه اعراض جانبية الاعراض الجانبية بتاعته ان السوق توقف او ان السوق تضاقل او ان السوق انكمش يعني ايه الكلام ده يعني معناها مواد بنا ما بقاش فيه اقبال عليها عمالة ما بقاش ليها مكان انها تشتغل وا 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 فترة الخمس ست سنين اللي فاتت اللي حصل فيها الطفرة عمرانية كبيرة اوية مصر ادت الى تشغيل كبير لمصانع كثير ولأيدي عاملة كثيرة وكنا فخورين بدا فلازم نعرف ان لما يتراجع البناء فيما عدا المجتمعات العمرانية الجديدة ان ده معناه تراجع في التشغيل اذا هي مشكلة كاملة هلنقشها مع ضيوفنا الكرام بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة